السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيكم الله شباب اليوم رح نشرح كيفية نسخ جهات الاتصال من الهاتف إلى أي حساب جيميل عندك فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة عشان تسوون نسخ للأرقام والأسماء عندكم إلى حساب الجيميل كل عليكم تسوونها تروحون على آيقونة الاتصال هذه وبعدين من هنا كل عليكم تسوونها تروحون على خيار جهات الاتصال وبعدين من هنا تروحون على الثلاث نقاط اللي فوق عليه سار ومن هذه الواجهة تروحون على خيار إدارة جهات الاتصال فراح يظهر عندكم خيار اللي هو نقل جهات الاتصال تضغطون عليه وهنا يا شباب في البداية تحددون المكان اللي موجود فيه الأرقام أو جهات الاتصال اللي محفوظة عندكم فأنا جهات الاتصال عندي محفوظة في الهاتف نضغط على الهاتف فهنا تقدرون تحددون أي شخص اللي حابين تنقلونه أو إذا حابين تنقلون الكل تضغطون على خيار الكل هذا فراح يتم تحديد جميع جهات الاتصال ولكن أنا راح نقل فقط رقم واحد فنضغط على هذا الرقم مثلا وبعد كده تضغطون تمت العملية وبعد كده يا شباب الآن راح ننقلها من الهاتف وهنا تحددون تنقلونها إلى أي حساب فتقدرون تنقلونها للشريحة مثلا الثانية أو تنقلونها لحساب الجيميل فإحنا الآن نبغى ننقلها لحساب الجيميل فرح أختار حساب الجيميل هذا تقدرون تختارون أكثر من حساب إذا حابين وبعد ما تحددون الحساب تنزلون آخر شي تحت تضغطون نقل وكذا لو تلاحظون بكل سهولة تم نقل جهات اتصال واحدة من الهاتف إلى حساب جوجل أو حساب الجيميل فهذه كانت طريقة نسخ جهات الاتصال إلى حساب الجيميل بكل سهولة فلا تنسون يا شباب دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة